موسيقى 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 مرجعنا لحضراتكم وفقرتنا الاخبارية النهاردة وأول خبر الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية ببوركسل كانت مشاركة نكحة جدا جدا لمصر في القمة الأوروبية الأفريقية والتي تم إقامتها في بوركسل لقاءات يعني مكثفة للرئيس السيسي خلاله على هامش القمة الأفريقية الأوروبية منها مع ملك بلجيكا منها مع الرئيس التونسي منها مع عدد آخر من الرؤساء المشاركين في القمة والتشاور والتباحث في كتير جدا من الأضايا لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال في بلجيكا لجذب استثماراتهم لمصر كمان كان في نتائج مهمة جدا للقمة منها اختيار مصر ضمن ست دول أفريقية لانتاج اللقاحات القاصة بكورونا أفريقيا لحد دلوقتي تقريبا بخالها حوالي مليار و300 لقاح أنتاجت منهم تقريبا 1% حاجة كده يعني كلام فاضي فلما يعني الشراكة الأفريقية الأوروبية في هذا الإطار وتقدير دور مصر البالغ في القمة دي حاجة مهمة جدا وحاجة محترمة جدا أنا بشوفها أن هي من القمة النجحة بكل المقييس ومصر استفادت جدا من هذا من هذه اللقاءات وأنا يمكن قلت الحلقة اللي فاتت أن مشاركة مصر سواء في خلال الكاميوم اللي فاتوا في الصين في فتاح دورة العاب رياضية أو في باريس في قمة أخرى أو في بروكسيل في بلجيكا كلها يعني بتظهر دور مصر البارز على الساحة الدولية من ناحية وفيها استفادة كبيرة جدا سياسيا واقتصاديا لمصر تاني خبر معنا مشاهدين عن بداية الترمي التاني في بعض محافظات الجمهورية بيقول انطلاق الفصل الدراسي التاني للطلاب المدارس اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت المدريات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة جوة الفصول نفسها وكمان خارجها أثناء البريكات وكده حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وكمان جميع العاملين بسبب انتشار كورونا طلبت وزارة التربية والتعليم كل المدارس تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترمي التاني أكيد طبعا في بداية اليوم هيكون فيه الكلام ده بشكل يومي والإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم أثناء اليوم الدراسي كمان بنطالب زي ما قلنا في الفقرة اللي فاتت أي ولي أمر يشوف أن فيه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا يريد يخلي ولاده في البيت كمان من النهاردة معنا تأرير حلو خالص لما نشوف شابة اسمها بركة اسمها حلو اسمها جميل طبعا قدرت هي بركة وهي بركة الحقيقة يعني رغم الصعوبات اللي بتقابلها رغم عندها يعني عاجز في جسمها تقدر تكون تعمل حاجات كتيرة جدا وتقدر تتحدى وإحنا اللي فينا شوية عنده شوية صداع يقولك أنا مش قادر أعمل أنا مليت أصلا روحت خبطت على بيوت كتير عشان أشتغل وشركات كتيرة وقالوا لي لأ ونقعد نحبط نفسنا نقعد ندخل لنفسنا الإحباط لكن لما نشوف حد متميز حد من زاوي الهمم أو زاوي الاحتاجات الخاصة بركة كمال شنودة من محافظة أسيون نشوف التقرير ونرجع تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع الناس مش بتعمل مع الناس بس لما كبرت ومدخلت المدرسة وقتي عادي انا بتعمل مع اي حد ومش بتكسف وكنت باشتغل في الصيدلية وبتعمل مع اي حد يعني جعلت فترة ما ما بطلحش من البيت يعني في الاول بعد كت عودت وربنا شجعني كده اني اتجاه لأي حد وامشي في الطريق واتكلم وتعمل مع الناس وبقيت متكسفش ولا اي حاجة يعني حتى لو لقيت حد بيبص اللي بعمل نفس اللي مش رايفة يعني عدت فترة اني انا مكتابة واني انا حاسة نفسي اني اغصى ونفسي في حاجات كتير بس دايما بجد كنت باصل لربنا وقول يا رب نفسي نفسي افجأ حاجات تانية نفسي انت بتشغل في حياتي وانت ديني اللي انا نفسي فيه واللي انت شايفه صح حاليا بجد فجأة كده حسيت كل اللي بيحصل لي ده معجزة بعمل شغل البيت وبخيط على المكانة وعيشت يعني كويس يعني ربنا معاي بساعدني مش بيصعب علي اي حاجة انا حبت اني يكون معايا شهادة يعني احس نفسي ان ازود وجودي يعني زي احد انا بعرف اجرى وكتب اي حاجة بس انا حب ان انا اتعلم اروحت في سر المحاومية وتعلمت واخدت شهادة وكملت في المدرسة انا حاليا في سنة تانية عدادي بتعمل طبي يعني مش حاسة ان انا يسن حاجة مع اخواتي ومع جراني مع اصحابي نفسي اكملت عمليمي ووصل لشهادة اللي انا عايزاه كلية ونفسي يبقى عند اطفال ربنا مش حرمني من اي حاجة يعني يعني كانت نفسي اتعلم ونفسي بجالبيت وجوز وكده فيعني ربنا عوضني بقى احلى زوج في الدنيا جان شافني في حوار في التلفزيون وجاني من اسكندرية وقال لي انا عايزة ارتبط بيكي انا عدت له طبعا اهلك كده هيوفده زي اي حد يعني فقال لي لا اهلي كان اهلي كويسين ومرحبين بي وبيحبوني وامه وابوه واخواته كله وهو اتحدى الدنيا كله وقال لهم انا مش ااخد غير بركة بكمل معي وبيساعدني في كل حاجة وبيحب نعمه ده عيد ربنا مستيق يعني كل اللي حاب يحصل لي ده انا مكنش اتخالي ان يحصل لي حاجة بواحدة منه يعني عوضني بكل اللي نعيزاه بالتعليم وبزوجول بي حتى البيت اللي انا عايشة فيه ما كانش كان قديم ووحش كان نفسه بيحب بيت حالو ربنا الداني وداني جانده بالدني ده كله موسيقى 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 صباح الخير على حضرتك أستاذ أميرة وصباح الفل صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا فندم على حضرتك عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الجوة النهاردة والفترة الجاية كمان احنا اليوم بالفعل بدأنا حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كمان بدأت من الأمس وكان معها سقوط أمطار طبعا على محافظات شمال البعيد محافظة البحر الأحمر والسينة وكانت أمطار متوسطة ورعبية وقدت كمان لتشكل بعض السيول في محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق من طريق دهب شرم الشيخ اليوم متوقع تكون زروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويمكن بالفعل الأمطار بتسقط الآن على شمال البلاد حتى بعض المناطق من شمال السعيد الأمطار الآن بتسقط على الأسكندرية البحيرة قف الشيخ الدقالية الغربية المنصية والأمطار دي أمطار متوسطة ورعبية كمان القاهرة الكبرى بتشهد الآن سقوط أمطار في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى متوقع اليوم إن شاء الله تكون زروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية باستمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم والأمطار دي هتكون أمطار متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من كينة ومحافظة البحر الأحمر والشمال السعيد الأمطار دي نوهن هي تكون رعبية أحياناً أيضاً القاهرة الكبرى هي سحبها هيكون فيها فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم خفيفة إلى متوسطة وهتكون رعبية أحياناً على محافظات الوجه البحرية والقاهرة الكبرى ننوهن الأمطار بتكون على فترات متقطعة يعني احنا الآن بنشهد سقوط أمطار بعد شوية ممكن الأمطار يحصل لها انقطاع وتعود مرة أخرى فعلى مدار اليوم في الأمطار هتبدأ المستمرة كمان اليوم في النشاط لرياح على أغلى مناطق الجمهورية نشاط رياح دا بيزود أحساسنا أكتر بين خطاب درجات الحرارة وغرودة التقف وقد يكون مسير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة طبعاً هيكون مصاحب كمان للصحب الرعبية خلال ساعات النهار هنبدأ نشعر بالطقس من هو دارد خلال فترة النهار شديد البرودة خلال فترة الليل طبعاً درجات الحرار تمحفظ بحوالي 3 لأربع درجات عن القيم اللي احنا من كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية متوقع تمان اليوم يكون فيه تساقط للسلوج على مرتفعات سانتكاتين زي ما بنقول إن النهاردة زروت حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية متوقع إن شاء الله من صباح غداً نبدأ نشعر بتحسن في الأحوال الجوية نحن بيه استقرار في الأحوال الجوية على أغلى مناطق الجمهورية الأبطار هتنحصر فقط على بعض المناطق اللي موجودة فينا ومحافظة البحر الأحمر وكمان كمياتها هتبقى أقلها هتكون أمطار خفيفة متوسطة باقي قطاعات الجمهورية ويكون فيها استقرار في الأحوال الجوية وكمان اتفاع تدريجة درجات الحرارة وده اللي هيكمل معنا إن شاء الله اليوم الثلاثاء القدر إن شاء الله دكتورة مناشكر حضرتك جداً دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية شكراً يا فرد شركة توين جاس وهي أحدى الشركات التابعة لوزارة البترول واللي بتوصل الغاز الطبيعي للبيوت خلها تفاعلاً مع أحوال الطقس اليومين دول إن هي تصدر بيان تنبه الناس عشان يخلوا قبالهم وإحنا يمكن نتكلمنا في الموضوع ده من يومين بتقول توجه خمس نصائح لمستخدم سخنات الغاز خلال موجة الطقس الباردة بيقولونا إيه بقى؟ بقولونا محدش يلعب في سخان الغاز أو اللجوء الأشخاص غير مؤهلين يعني لو سخان الغاز حصل فيه حاجة ما تعدش تدور في الشارع عندكم هو مين هنا ينفع يلعب في سخان الغاز؟ هو نفسه يسلحة إحنا عندنا النجار يقول لك بص مدام هتدفع فلوس أنا بفهم في الغاز لا مش هعرف بتاع ايه يقول لك أنا بفهم وإي حد بقى يفهم في أي حاجة دلوقت فأرجوك بيقول لك لو حصل حاجة في سخان الغاز تكلم الشركة المسؤولة وهما اللي يجوا بنفسهم يسلحوا الغاز كمان قالوا أنه هما وجدوا في الفترة الأخيرة ناس كتيرة بتسد فتحات التهوية في الحمامات عشان شكلها وحش مش عاجبهم أصله بتجيب تراب أصله بتجيب ساعات نور أصله ممكن حد يشوفنا من المانور أصله ممكن بتدخل حشرات أو أي حاجة من الحاجات دي فبيقول لك عدم العبث نائيا بهمات الغاز الطبيعة واللجوء الأشخاص غير مؤهلين عدم سد فتحات التهوية الخاصة بسخنات نهائيا إذا يلجأ بعض العملاء إلى إلغاءها أو سدها بمعرفته مخصوصا مع برود التقص في مثل هذا الأيام يقول لك هنقفل فتحة التهوية عشان بتجيب برد بقى يقول لك بتجيب برد وفي الصب بتجيب معرفش إيه فيقول لك ما تعملش كده خالص ليه بقى بنقول كده وليه شركة الغاز أصدرت هذا البيان لأن الموضوع زاد عن اللزوم يعني إيه واحد داخل يخدوش يموت فالناس بتموت يعني ومن غير ما تحس يعني من بخار المية ومن غلق النوافذ بشكل كبير جدا برضو بيقول لك ما تقعدش تقفل الشبابين كلها في البيت يا سيدي بقى تسيب شوية تهوية كده بس هول بيت كده في بداية اليوم فأرجوكم نخلي بالنا ده بيان رسمي من شركة الغاز معينا خبر ومشاهدين عن أسعار الدهب النهاردة بتقول أنه بيعش هاد استقرار ملحوظ معينا عيار الدهب عيار 21 هيبقى الجرام فيه 827 جنيه للجرام عيار 24 939 جنيه سعر جرام الدهب عيار 21 827 جنيه كمان معينا سعر جرام الدهب العيار 18 ده بيعتبر الأقل تكلفة في التغيرات بتاعه الياب له 706 جنيه في التعاملات وده الأكتر مبيعا بالوجه البحري أخيرا سعر الجنيه الدهب اليوم 666 جنيه ومن أسعار الذهب إلى أسعار السمك السمك النهاردة في السوق الأخبار وأسعاره عاملة زي أستاذ هاني حسني أحد تجار السمك بسوق العبور أستاذ هاني أهلا بيك أهلا بحضرتك أنا آسف أستاذ وائل حسني أستاذ وائل أهلا بحضرتك الحمد لله بخير الحمد لله بخير بطب أخبار السمك إيه أسعاره إيه النهاردة الحمد لله بالنسبة للطاقة الحمد لله الأسعار مش مرتفع الحمد لله البولت بيعمل من 23 إلى 25 و 26 برضو في الجملة تمام لا أنا مش عايز أسعار يا أستاذ وائل أنا مش عايز تقول لي أسعار الجملة يعني برضو بيبقى الأستاذ قليل لكن الحمد لله ما فيش اتفاع مثلا اتفاع طفيف جدا يعني البولت مثلا في السوق بيبقى ب27 و 28 جنيه تمام البوري بكام البوري بيعملوا من 50 إلى 55 في الجملة بيبقى ب60 يعني برضو أسعار مش مش ب70 يعني و 80 لا لسه لنخش في موسم بقى الشام النزيم البوري بيبقى شهد حلو شوية تمام أي تاني بقى الحمد لله الحمد لله عايز تتعارف مش هتزودوا الأسعار عشان الشتاء وهتقولوا مفيش صيد والكلام ده ولا الأسعار هتبقى كده زي ما حضرتك بتوه لا لا الحمد لله الأسعار مستقرة بقى لها فترة يعني حتى قبل التقص اللي بنمر بيه كان البولت مثلا بـ 20 أو 21 جنيه والتقص ده ارتفع لـ 23 و 20 جنيه إيه اللي في الموسم في الشتاء يعني في وقت شهر يناير وفبراير ده إيه السمك اللي بيبقى يعني موجود في الشتاء أكتر بقى طبعا الأسماك اللي هي من محافظة السويس بقى لأن دي المفتالف طبعا معتاد عليها اللي هي الشهور اللي فيها الرح ايه اللي هي يناير فبراير مارس ببقى آخرنا إبريل طبعا من مايو السود بيقى في محافظة السويس لتقصر الأسماك المرجان بقى والمقارونة البلدي والجنبار السويسي اللي هو أعظم جنباري في العالم بكام الجنبار السويسي النهاردة الجنبار السويسي برضو بيعمله من 250 لو حجم وسط اللي برضو 300 كميلة لو برضو تديه شوية تمام إيه تاني أسعار السمك تاني الموجودة عندك أسعار السمك في المقارونة البلدي بتراح سعرها من 55 ل 60 جنيه المرجان البلدي من 35 ل 50 جنيه حسب حجمه تمام المستهلك طبعا بيبقى عارف صنف البربون لأنه صنف طبعا ناس بتحبه جدا لأنه بتغزي على الجنباري أي البربون ده بيعمل مثلا عشان برضو يعني صده قليل شوية بيبقى من 80 ل 100 جنيه تمام وبرضو حسب حكمه بيديد تعرف شكرا جدا يا أستاذ وائل أنا شرفت بحراتك وشاهدين سيدي فيه كلهم شكرا شكرا يا أستاذ وائل أستاذ وائل حسني أحطوا جار السمك بسوق العبور الحقيقة أنا معي خبر هو مش مفرحني هو خبر عن وقع التنمور حصلت بس مرة دي مش مع طفل أو بنت حصلت مع راجل مسن وكان بيرتدي بدلة عامل نظافة في محافظة الغربية تحديدا في جمهورية زفتة الخبر بيقول إن شهد شارع كورنيش النيل بمحافظة زفتة وقع التنمور أقدم مجموعة من الشباب على الاعتداء على عجوز بيرتدي بدلة عامل نظافة وده أصار غضب المرة بسبب الإهانة اللي شهدها المجني عليه كمان بيقول إن مش بس كده بدأوا مش بس تعدي لا فيه تعدي لفظي كمان وطلبوا الناس هناك بالأجهزة الأمنية بسرعة ضبط هؤلاء الشباب ومحاسبتهم لأن دي هيبقى لها مواقف تانية يعني مواقف تانية هتتكرر بالشكل ده ولو بصراحة سكتوا عليها مش هنقدر بعد كي يمكن نعمل كنترول عليها لأن الموضوع كان الأول بيبدأ بالبنات بعد كده الموضوع والأطفال وصل لكبار السن فدي مهينة مهينة في حقنا إحنا إحنا محتاجين يعني نعظم قيم الأخلاق سواء في مسألة تنمور أو ضرب الزوجة أو أي شيء إحنا محتاجين الأخلاق اللي يقول للمجتمع ميمية وزي الفل ودي قلة قليلة وبتاع أقول له طيب شكرا المتشكرين إحنا اللي بنبالغ يعني فيبدو أن في مشكلة في الأخلاق يعني لما يكون إحنا تربينا يعني لما تطلع حتى يعني لو أنت قاعد في المترو ولا حاجة ولقيت واحد كبير أو الست كبير أو واحد حتى عنده مشكلة في رجالة أم تقف وتقعد وتتعامل برفق وتتعامل بأدب وتتعامل بأخلاق لكن يبدو أن فيه ناس وسط الزحمة بتنسى الحاجات دي أنا معليش أنا عايز أختم بس بخبر بشوفوا أنهم الأخبار ممكن تفرح ناس كتير عشرة هنكدنا عليهم بارده كتير لا بدء تشغيل القطار الكهرباء السلام العاصمة الإدارية الشهر الجاي الشهر الجاي يعني مش الشهر الإبريل ولا مي ولا شهر ستة ولا شهر مارس اللي جاي هيشتغل الـ RT اللي هو هياخدك من مدينة السلام من محطة عدلي منصور اللي هي جنبهم موقف العاشر في القاهرة يوديك لحد العبور والشرق واحد والشرق اتنين ومدينة بدر والعاشر ومدخل العاشر من رمضان ويوصل معاك لحد العاصمة الإدارية الجديدة الافتتاح إمتى؟ الشهر البداية الشهر الجاي تمت نهاية الأعمال بنسبة 100% يعني تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% وشهر مارس القادم هيشهد المترو الجديد أو الـ RT اللي هو القطار الكهربائي الخفيف ودي طبعا هيسهل الحركة على ناس كتيرة جدا جدا كانت بتعاني أن هي توصل من وسط القاهرة لحد ما تروح للمدن الجديدة فده خبر يهم ناس كتيرة جدا وإن شاء الله خير يا ربي يا ربي فعلا خبر دخلة الصيف بتبقى الحركة كتير فأكيد ده هيسهل كتير معنا جدا خلونا مشاهدين هنطلع في واصل ونرجع معاكم لتالت فكراتنا النهاردة هنتكلم فيها معاكم عن جرائب النصب والاحتيار خليكم معنا اشتركوا في القناة